موسيقى أهلاً وسهلاً بكم عزائي المشاهدين إلى لقاء جديد يجمعني وإياكم وحلقات برنامج بيتنا التي نخصصها للموضوعات الطبية وضيفنا اليوم الدكتور هيثم العقيلي استشاري جراحة الدماغ والأعصاب وجراحات الدسك أهلاً وسهلاً فيك دكتور أهلاً وسهلاً نورتنا اليوم الله يخليك دكتور عرفنا على تخصصك الدقيق أنا دكتور هيثم العقيلي استشاري جراحة العصاب والدماغ والعمود الفقري استشاري علاج ألام ودسك الرقبة والظهر وسابق الرئيس اختصاص العمود الفقري ونائب عميد كورية الطب في الأردن وممتحن سابقا في البورد الأردني دكتور ما شاء الله مع كل هالتخصصات أنت الشخص المناسب للإجابة على أسئلة متابعين على السوشال ميديا فيما يتعلق بمشاكل الضهر والرقبة والدسك والألم بشكل عام في هذه المناطق خلينا نحكي أول شيء عن العمود الفقري اللي حضرتك هيو ضيفنا اليوم في الحلقة ناخد فكرة عن تفاصيله طبعا العمود الفقري الأجزاء المهمة بالنسبة لنا هي الديسك نفسه أو فيه ناس بتسميه الغضروف وفيه عندنا بالخلف فيه عندنا مفصل يمين ومفصل يسار بين كل فقرة والثاني واللي بتعطينا اللي هي ليونة وحرية الحركة وطبعا فيه عندنا العضلات اللي بتحافظ على توازن وثبات العمود الفقري طبعا إحنا لو بدنا نرجع للديسك كونه هو اللزء الأهم في العمود الفقري يتكون من المادة ليفية تحيط بمادة هلامية هذه المادة الهلامية وضيفتها زي الجلي وضيفتها امتصاص الصدمات الآن إحنا الجزء الرئيسي هو العصب العصب بطلع اللي هي بين الديسك والمفصل وهو اللي بوزع الإشارات الكهربائية سواء كانت اللي هي الحركة أو الإحساس بالألم أو الإحساس بأي شيء آخر وصلوا كرابط بين اللي هي عزاء الجسم والنخاع الشوكي والدماء الدسك بالعربي إيش هو الدسك كلمة الدسك إيش هي وشو هو الدسك في العمود الفقري تحديدا هو إحنا بدنا نميز اللي هي بين الدسك وعرق النساء لأن هناك بعض الخلط في هذا الموضوع عرق النساء هو الآلم الذي ينتشر للأطراف السفلة ومصدره هو الدسك اللي هو الغضروف الغضروف زي أي منطقة أخرى في الجسم بين كل منطقتين عظميتين وناليها الغضروف بشكل معين لامتصاص الصدمات وتوزيع الوزن لذلك إحنا بدنا نميز بين الدسك الخشن واللين الدارج أن الدسك اللي هي الخشن أكثر من اللين اللي هو؟ الدسك الخشن أنه العملية تراكمية مع الزمان بيصير فيها أن الدسك بنشف بتقف فيه كمية الماء بتصبح مرونته أقل فبيؤدي لآلام متكررة في الرقبة والظهر بالمقابل الدسك اللي أنه بيصير ضعف في المادة اللي فيه المحيطة بالمادة الهلامية فبتطلع المادة الهلامية وبتضغط العصب وهذه عادة السيناريو تبحى أنه بيكون آلم بالظهر بعد يومين ثلاث بيختفي وبصير آلام شديدة في الرجل طيب دكتور هل كل آلم يصيب بالإنسان هو دسك؟ وكمان نسينا بس نعرف هذا الجزء أي جزء في العمود الفقري هذا الجزء هو اللي هي الرقبة وطبعا نفس التركيبة هي في الظهر لذلك إحنا إذا تحدثنا عن الرقبة والظهر فإحنا بنحكي عن نفس المصادر نفس الآلام ونفس الأسباب الآن هناك خطأ دارج أنه كل آلام العمودي الفقري تأتي من الدسك في حقيقة الأمر أنه جزء من هذه الآلام يأتي من الدسك لكن هناك أجزاء تأتي من مفاصل العمود الفقري اللي هي المفروضة تعطينا الليونة في جزء من الآلام بيجي من العضلات وفي جزء ثالث اللي هو من زر الورك اللي هو من مفصل الحوض مع العمود الفقري وهذا بيصير طبعا في الستات غالبا في فترة الحمل أو بعد الولادة مباشرة إذا حكينا عن الستات يعني إحنا بنظرة عامة بنحس أنه كأنه آلامة ظهر بالذات موجودة عند المرأة أكتر دكتور نعم في مجتمعنا بالذات يعني هو بشكل عام الستات معرضات لآلامة العمودي الفقري أكثر من الرجال بسبب طبيعة الحياة اليومية وبسبب طبعا الحمل والولادة لكن إحنا إذا أخذنا أنه الأحداث اليومية أو الحياة اليومية الستات في عندهم بذات مجتمعنا سوء استخدام العمود الفقري في عندنا عدم وجود رياضة منتظمة يبدو أن الستات بسبب الاهتمام الزايد بالأولاد وبالعائلة في عندهم درجة توتر أعلى والشغلة الرابعة اللي هي طبعا الحمل والولو الولادة واللي بحد ذاتها لا تسبب الألم ولكن تعطي الاستعداد ففي حالة وجود الأسباب الأخرى طبعا تتزايد طيب دكتور حضرتك قلت مش كل ألم هو ديسك ممكن الألم إلو أسباب متعددة كيف بيفرق المريض بين أنواع الألم المختلفة ولا لازم يلجأ للدكتور طبعا بالتأكيد هو لازم يلجأ في النهاية للطبيب لكن إحنا بشكل عام نقدر نعطي نظرة عامة عساسا سهل الموضوع أنه نحكي أنه الديسك نوعين نوع خشن ونوعليين وكل واحد له طبيعة ألم رح نحكي عنها فيه ألم دارج في مجتمعنا ويهمل كثيرا حتى للأسف سواء من المرضى أو من الأطباء عند علاج المرضى اللي هو ألم مفصل العمود الفقري واللي هو عادة المريض بيطخي مثلا أو برفع رجل على المقسلة وبصير لمعة في الظهر زي الكهرباء بعد هيك بصير اللي هي تشنجات عضلية وهذا بتكون بالوضعيات الثابتة مثلا ممكن يصحى المريض أو بعد وقوف طويل أو جلوس طويل يشعر تشنج بالظهر أو بالرقبة ولازم يتحرك شوي عشان يتحسن الألم هذا الألم بسبب الرئيسي هي التغيرات التي حدثت على مفصل العمود الفقري طيب دكتور ممكن تفرقنا بين ألم الرقبة وألم الظهر؟ بشكل عام الأسباب هي واحدة لكن بفرق أنه ألم الرقبة إذا أهمل ممكن يعمل لنا صداع متكرر ممكن يعمل لنا اللي هي آلام في الكتف أو آلام بين اللوحين بالإضافة للآلام أو الخدر التي تنتشر على اليدين آلم الظهر برضو نفس آلام الرقبة لكن في حالات معينة بثبات الستات ممكن ليصير مع آلم زر الورك ممكن يصير اللي فيه آلام العصعص واللي هو آلام أسفل العمود الفقري بالإضافة أنه قد يحدث آلام في الحوض أو تنتشر على الأطراف السفلي سواء كانت آلام أو الخدر يعني حكيت حضرتك عن الآلام والخدران فهذا بياخدني لموضوع بيعاني منه كتير من الناس أنه إحنا عندنا آلام في العمود الفقري وفي الرقبة يمكن بسبب الحياة العصرية الحديثة واستخدام اللابتوب والموبايل هل هذه شيء علمي ولا إحنا بس بنعزيها لاستخدامات الموبايل؟ لا هو ما نلاحظه الآن أنه فيه زيادة في آلام العمود الفقري وخصوصا الرقبة مع الحياة العصرية وبالذات إحنا العمل المكتبي السواقف الإزدحامات المرورية والتوتر أحد أهم الأسباب زائد اللي هي استخدام اللي هي الموبايل والآيباد والبلاي ستيشن في وضعيات خاطئة لفترة طويلة عشان هيك إحنا ما نلاحظه حاليا مقارنة سابقا أنه كانت آلام العمود الفقري وديسك الظهر أكثر لكن حاليا تتزايد اللي هي آلام الرقبة واللي يصاحب عادة صداع وآلام في الكتف دكتور بالنسبة لتقنيات العلاج الحديثة اللي حضرتك تتميز فيها وهي اللي هو التدخل المحدود ناخد فكرة عنه ونشوف الإبرة يمكن مش عارفة إذا هتبين في التصوير يعني لا ترى بالعين المجردية يريد تحكينا عنهم نعم إحنا قلنا يعني زي ديمو تقريبي إحنا نتذكر إنه إذا أخذنا هاي الرقبة هيك واللي هي نفس مبدأ الظهر فالمريض بيكون مستلقي ماشي الحال الآن في عنا الطبقة جلد عضل عضن لذلك إحنا ما فيه أي أنسج مهمة في الطريق الآن ندخل من المنطقة الآمنة جدا ماشي الحال إذا المشكلة جاي من المفصل بنعالجها بنفس المدخل إذا من العضلات بنعالجها بنفس المدخل برضو إذا من الدسك ندخل للدسك اللي هي منطقة آمنة بعيدة عن العصب بالتالي احتمال حدوث المضاعفات تقريبا صفر يعني هو صفر لكن إحنا نستخدم تقترب من الصفر وبندخل طبعا جوا الدسك طبعا إذا منلاحظ إنه الإبرئ أرفع بكثير من العصب بحيث إنه احتمالية إنها تعطي أي تأثير على العصب يعني تقريبا صفر خصوصا إنه إحنا ندخل تحت اللي هي الأشعة بحيث إحنا بنكون عارفين لأقرب مليمتر وين إحنا موجودين النقطة الأخرى اللي هي إنه المريض ممكن يكون صاحي فممكن يتفاعل معنا يعني إذا بشعر بالألم إذا بشعر بالخدر إذا بشعر بالتنميل هذي طبعا خيار للمريض لأنه في بعض المرضى بيفضل إنه ما يشعرش بأي ألم حتى لو كان غزات بسيطة أطول بنعطيهم اللي هي دوائخ ينعسهم شوية بالمقابل المريض اللي بيشوف حاله ممكن إنه صاحي معناه بيقدر نعملها بدون أي تخدير إلا التخدير الموضع للجلد طب دكتور في تخوف من الناس بشكل عام لإجراء الجراحة أو حتى أي تدخل إنه لقدر الله ممكن الإجراء غير السليم يؤدي إلى شلل إيش مصدقية هالمقولة؟ كثيرا من المرضى يتعرضوا لعمليات لا يجب أن يدخلوا في عمليات يعني إحنا زي ما حكينا قبل شوي إنه 90% من الناس المفروض تعالج بدون عمليات العمليات فقط لحالات خاصة جدا عندما يصير في تأثر مثلا للسيطرة على البول أو كان اللي يضعف في الأطراف أو كان في عنا آلام لا يمكن احتمالها والاستجابة للمسكنات القوية لذلك إنه إجراء العملية للشخص لا يجب أن يتجرى لها العملية طبعا سيعرضوا للمضاعفات القضية الأخرى اللي هي إنه وهذه بدناش تقضى يعني كثيقة زايدة بالنفس إنه عشان الطبيب يكون قبير لازم يكون أجرى على الأقل ألف عملية طيب دكتور في ناس بتاخد مسكنات بشكل مستمر يمكن مش كل الناس ظروفها بتسمح لنا تروح تراجع الطبيب باستمرار وبيضلوا ياخدوا مسكنات بنسمع دائما أن المسكنات على المدى الطويل هي بتخدر الألم ولكنها لا تعالج مصدر الألم مما يؤدي إلى مضاعفات أكتر رأي حضرتك يعني أخذ المسكنات لفترات طويلة قد يكون في فترة معينة كان مقبول لأنه كان الخيار بين المسكنات والعمليات الجراحية المفتوحة لكن مع تطور التقنيات الحديثة واللي هي بتأخذ فقط الأغير يعني إجراء ما يقارب 20 دقيقة والمرض فقط ساعتين لم يعد المبرر أخذ المسكنات بمضاعفاته سواء كان على المعدة أو على الكلا أو على الكبد لم يعد مبررا بشكل كافي يعطيك العافية دكتور يعني كفيت ووفيت بس بنحب نسمع من حضرتك نصيحة للسادة المشاهدين اللي بيتابعونا حتى يتوقعوا حالهم منهك ألام في المستقبل واللي عنده ألام في بدايتها شو لازم يعمل تفضل الكاميرا معك يعني أهم نصيحة بنقدر نحكيها اللي هو المشي المنتظم أربع مرات أسبوعيا إذا قدرنا 30 إلى 35 دقيقة مشي عادي متوسط لا سريع ولا خفيف رقم الثنين الاستعمال الصحيح للعمود الفقري وخصوصا هذه النقطة بنأكد عليها مش بس للكبار برضو للأطفال لأنه الآن إحنا نتوقع زيادة مشاكل العام العمودة في قريب الأطفال نتيجة زيادة وزن الحقيبة المدرسية ونتيجة وجود الأطفال لفترات طويلة باللعب على الكمبيوتر أو البلاي ستيشن أو على الموبايلات بوضعيات غير سليمة لذلك اللي هي الوضعيات السليمة مهمة للكبار ولا الأطفال الشغلة الثالثة واللي هاي أنا مش عارف لحد الآن كيف بدنا نعملها اللي تخفيف التوتر إذا بنقدر نخلص من التوتر ممتاز لكن على الأقل نستطيع تخفيف أسباب التوتر سواء كان هذا التوتر ناتج عن التفكير بالظروف المحيطة بالقيادة في الأماكن المزدحمة المستقبل والماضي نحن نتذكر أننا بنعيش نحاضر الماضي مضى بما فيه والمستقبل سيأتي مهما فعلنا شكرا جزيلا دكتور الحقيقة كفيت ووفيت فيما يتعلق بموضوع ألام الرقبة والديسك وألام الظهر وإن شاء الله أستاذ المشاهدين ما بتعرضوا لهذه الألام لكن إذا حتاجوا حضرتك موجود وتدخلاتك المحدودة موجودة شكرا جزيلا بموجودك معنا أهلا وسهلا فيك وأنتم أعزائي المشاهدين سعيدة جدا بلقاءتي المتكررة معكم في موضوعات تتعلق بصحتنا لأهميتها للأسرة العربية بحب كتير أسمع منكم مقترحاتكم وشو الموضوعات اللي بتحبوا ونناقشها ألقاكم على خير في حلقات قادمة من برنامج بيتنا اشتركوا في القناة